السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حبايبي عاملين ايه يا رب كلكو تكونوا بألف صحة وخير معاكم ايمان سعيد ولو اول مرة تشوف قناتي ما تنساش تشترك من زرار الاشتراك اللي بيكون تحت الفيديو واتفعل زرار الجرس واتفعلوا على كلمة الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتك جاية ان شاء الله ما تنسوش كمان تدعموني بلايك للفيديو وتعليق حلو ان شاء الله هرد عليه النهاردة بقى هنعمل مع بعض السردين المخلل اول من اللي هنعملو بطريقة سهلة وبسيطة جدا يلا بينا بسرعة نبدأ الفيديو بتاعنا ونصلي على الحبيب المصطفى عليها افضل الصلاة والسلام ونسم الله ونشوف الطريقة والمقادير انا معايا هنا ده سردين السردين اللي معايا اللي بيكون ليه صدف زي ما احنا شايفين كده مش السردين الناعم او الموزة البلدي تمام السردينة دي بتكون كبيرة شوية ومحملة وبتستحمل معاك التخليل يعني ممكن تقعد معاك وقت كويس وبتدي كمان شوية طعم الفسيخ يعني حلوة جدا انا بعمل ايه اول ما بشتريه انا معايا هنا كيلو بخسله كويس جدا وبحطه في المصفى بتاعتي يتصفى لمدة حوالي نص ساعة بعد كده برش عليه معلقتين كبار من الملح وبسيبه وبسيبه في المصفى لمدة نص ساعة تانيين يصفي اي زوايد فيه بعد كده بحضر معايا نص كباية من الملح وعليهم تلات معلق كبار من الشطة انا لم زودة الشطة لان الشطة بتاعتي للأسف كانت بردة فاضطريت ان انا ازودها شوية لو الشطة بتاعتك حمية كفاية بس معلقة ونص على نص كباية ملح بقلبهم كويس جدا بحضر معايا كمان البطرمان بتاعي او علبة بلاستيك زي ما انا هعمل كده بالزبط فيه نوعين بيكون معانا من السردين النوع اللي انا بعمل به النهاردة وهو بيكون كبير ومحمل وبيكون فيه من بره صدف وفيه نوع تاني اللي احنا بنقول عليه الموزة البلدي تمام الموزة البلدي ده ما بياخدش وقت في التخليل كمان لما بتيجي بتغسليه بتغسليه وبتسيبيه يتصفه وبتخليليه على طول وبس كده ما بتعمليش خطوة ان انت ترش عليه ملح وتسيبيه نص ساعة تانية يصفي اي حاجة فيه خالص بتستغني عن الخطوة ده لو هنعمل السردينة الموزة البلدي لان دي بيبقى ليها طريقة ودي بيبقى ليها طريقة انا بفضل انهي في التخليل انا بفضل السردين اللي بيكون ليه اشرق او صدف لانه بيطلع معاك حلو جدا ومتماسك ومش مهري كمان تقدر تحتفظ به لمدة كبيرة جدا انا حطيت الملح على الشطة وقلبتهم كويس جدا ورشيت رشة حلوة كده غطيت بيها ارضية العلبة معايا بعد كده باخد السردين بصه بنفضه بقى من اي ملح انا كنت رشا عليه بشيل اي ملح زيادة كده طبعا انا غسلك كويس ومش فتحاء الناس اللي بتسأل يا امان احنا بنفتحه ولا لا ما بننظفوش غير بعد التخليل يا جماعة ببدأ افتح الراز بتاعته كده اللي هي بنقول عليها بالبلدي الخاشيم وببدأ احشيها بالملح اللي هو الملحة بشطة تمام تابعوا بقى الفيديو للاخر علشان تعرفي كل خطواته بصوا انا مش مسرعة في الفيديو ولا حاجة ابدا ببدأ ارص السردين واحدة واحدة بيختلف شوية او بيختلف كتير عن الفيسيخ تمام يعني السردين غير الفيسيخ خالص بس زي ما قلت لو انت محتارة تخليلي انهي سردينة خليلي دايما اللي بيكون فيها الصدف اللي برا الموزة بتبقى شوية نعمة فما بتاخدش وقت معيك ما بتلحقش ممكن كمان لو سبتيها برا التلاجة تتهري معيك لكن حلاوة السردينة اللي انا بعمل بيه ده انه بيكون متماسك وبيفضل معاك حلو جدا لاخر واحدة كمان لما بخليله وقت التخليل بتاعه انا مش بحطه في التلاجة خالص يعني انا بحطه في العلبة وبخليه برا زي ما هو على الرخامة طبعا لو الجو حر الكلام ده بيختلف ووقت التخليل نفسه بيختلف هنا السردينة بصوا ما شاء الله قدي ايدي يعني قدي كف ايدي كويسة كبيرة محملة برضو وقت التخليل بيختلف من حجم السمكة لحجم تاني يعني السمكة الصغيرة بتاخد وقت اقل من السمك اللي بيكون اكبر منها شوي طبعا ما نساش انفضه كده من اي ملح زيادة من اللي انا كنت رشا علي حمودي هنا كان وايف جنبي بقى وكان بيساعد بصوا انا بملاء الخياشين بالملح والشطة كويس جدا اضغط عليها كده واتأكد ان هي تمالت معايا هو كان عايز يعرف هو السمك صحي ولا مي بصوا انا رصيته جنب بعضه ازاي ما بحاولش اخلي فيه فراغات هنا رصيت اول رصة هبدأ ارش بقى حوالي معلقتين تلاتة من الملحة مشطدة كده اغطي شايفين براش راش كده بالراح اهو حطيت حوالي معلقتين ونص منه انا ما استخدمتش النص كباية ملح كلها على فكرة لان هو عملي راقين اتنين وبس الكيلو كان معايا حوالي تسع سمكات بالزبط عمل الرائي الاولاني خمس سمكات والرائي التاني عمل اربع سمكات معايا تقدر تخليلي في بطرامان بلاستيك انا في بطرامان ازاز بيطلع احلى واحلى كمان انا بس ما كانش متوفر عندي كنت مخللة معاكو اللمون في البطرامانات الازاز فما كانش متوفر عندي خالص بطرامانات ازاز في الوقت ده فالعلبة البلاستيك عادي جدا بتقطي بالغرض وعندي العلبة دي كانت علبة شوكولاتة فاحتفصت بيها حلوة جدا وهنفعتني دلوقت فما تتأيديش باي حاجة عندك العلبة البلاستيك برضو كويسة شرط ان انت تقفليها كويس جدا هنا خلاص بقى دي السمكة القبل الاخيرة برضو اي سؤال اي استفسار اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكو فيه باذن الله اليومين دول الجو برد وحلو فالسردين او الفسيخ عموما بيبقى السمك الايام دي طالح حلو جدا ما شاء الله فيعني حاولي تخليلي دلوقتي الفسيخ السردين الحاجات الجميلة دي بتمفع اوه في الفطار في فصل الشتاء عايز اقولكو بقى تفطروا بيه كده جنب كباية شاي ما اقولكوش حاجة كده تحفى جدا هنا خلاص خلصت الرائد تاني هبدأ بقى ارش برضو واغطي السمك بتاعي كده برشة من الملح بالشتاء برضو حطيت حوالي معلقتين ونص غطوا معايا ما شاء الله السمك في بقى اضافة اخرانية دلوقتي هضيفها وهي حوالي معلقة كبيرة من الزيت بضيفها كده على الوش بتخلي الشتاء تخرط لونها معايا وكمان بتحافز على السمك ان هو ما يعملش طبقة ولا حاجة ابدا فيه ناس بتحب تضيف عليه كوركم ما بنصحش به لانه بيطلع السمك مر معيك ما بيخليش السمك تعمه حل هنا بقى خلاص خلصته هغطيه كويس جدا لازم اتأكد ان الغطى بتاعي مقفول كويس جدا بياخد وقته قد ايه في التخليل في الجو اللي احنا فيه ده بياخد من اسبوع لعشر تيام ما بياخدش وقته اكتر من كده في الصيف بياخد اسبوعه بس تمام ما بيعديش الاسبوع ابدا خلاص كده بقى انا هحتفز به على الرخامة جنب بطرمان اللمون بتاعي هسيبلكو برضو رابط تخليل اللمون ده اللمون اللي هو بيقعد من السنة للسنة اما اللمون السريع انا هحتفز في التلاجة بحط عليه بقى مفرش شيك كده وبخليه شكله حلو كده في المطبخ ده بقى كان فيديو النهاردة يارب يكون الفيديو عجبكم اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي وكان معاكم ايمان سعيد ومع السلامة